موسيقى السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ومشاهدين ومتابعين قناة أويسف تيكنو يوم شاء الله سيكون عندنا فيديو فتح صندوق ومراجعة لراوتر جديد من راوترات شركة تي بي لينك وهذا المرة اخترينا موديل آرشار اي اكس 23 و اي اكس 23 ايضا الى اسم ثاني كما البعض اسميه هو ال اي اكس 1800 طبعا ال اي اكس 1800 هو ليس اسم الموديل سابقا تكلمنا عن الراوتر ال اي اكس 10 وكانت تجربتنا مع صراحة تجربة ممتازة بحكم انه كما ذكرنا سابقا كان من اولى الراوترات اللي بنجيل السالس او الواي فاي ستة اللي ايضا حنتكلم عن هذا الراوتر بهذا الفيديو اول شيء هذا الموديل الاعلى من ال اي اكس 1500 الموديل السابق اتكلمنا عنه وفرق بسيط بالسعر طبعا هذا اكيد احدث وبعض الميزات باعلة لكن ايضا هنوضح بعض النقاط الاساسية وباختصار اول شيء هذا الراوتر هو من الجيل الجديد اللي هو الجيل السالس او واي فاي ستة بما معنى انه يعتمد تقنيات بث احدث انظمة افضل وبالتالي الاتصال بين الاجهزة المختلفة على هذا الراوتر ونقل البيانات افضل اسرع وفرق كبير جدا بالاداء عن راوترات الواي فاي خمسة الآن هنا ما نتكلم عن شبكات الاتصال اللي هي مثلا الـ 2G او الـ 4G او الـ 3G او الـ 5G لا هذه يسموها شبكات اتصالات هنتكلم عن تقنية واي فاي او شبكات الواي فاي وبالتالي بث البيانات او نطاق التردد والاتصالات وبالتالي الواي فاي ستة هي ليست فقط اسم شبكة لا نقصد انه جيل السادس من شبكات الواي فاي او شبكات اتصال الوايرلس انه جيل احدث من الجيل الخامس يقدمناك كما ذكرنا تجربة افضل واسرع كما واضح ايضا نقطة انه لا تنسي او اللاق او التأخر بنقل البيانات كما ذكرت واي فاي ستة اسرع نتكلم عن اربعة اضعاف حوالي سرعة النقل عن الجيل الواي فاي خمسة او الواي فاي اربعة اللي هي راوترات اللي تبدأ بحرف AC الـ AX معناها الجيل السادس الـ AX معناها الجيل الخامس فدائما كل ما شفت راوتر باسم AX اعرف انه افضل من الـ AC حتى وان كان الـ AC رقمه اعلى مثل AC 1200, AC 1500 اقوى حتى AC 2400 او 3000 دائما AX جيل احدث فبالتالي الواي فاي ستة هو حاليا المفروض انه اي شخص يحب يشتري راوتر جديد فلازم يشتري من الواي فاي ستة طبعا عدة مودرات مختلفة لكن تجربتنا مع راوتر تيبلينك الواي فاي ستة صراحة كانت تجربة جيدة جدا وهل انه فرق عن الواي فاي خمسة الـ AC؟ نعم فرق كبير جدا يعني من ناحية التغطية في موديل اعلى منه هو راوتر AX 3000 هذا يعتبر فئة متوسطة بينما الفئة العالية نتكلم عن راوتر الـ 6600 او 6000 لأنها سعارها مرتفعة صراحة فالنسبة للاستخدام المنزلي العادي يعني نتكلم عن بيت مساحته 200 الى 300 متر فهذا الراوتر يعتبر ايضا خيار جيد جدا المهم انه يكون مكان تنصيبه صحيح ونحنتكلم طبعا عن تجربتنا الى بشكل عملي ايضا من ضمن هذا الفيديو فبشكل سريع كما شودني هذي الكارتون الخاصة بالجهاز وهذا هو الظهر مع بعض المعلومات والبيانات عن الراوتر هذا هو أربعة مداخل كما شاهدون مداخل الصفراء كلها جيجابيت يعني بسرعة الاتصال تصل الى واحد جيجابيت بالثانية طبعا هذا فقط في بعض الدول اللي بيها سرعة الانترنت عالية جدا للعلم ملاحظة جدا مهمة سرعة الانترنت ما تعتمد بس على الراوتر لا تعتمد ايضا على مصدر الانترنت عندك يعني اذا كان اشتراكك مثلا ما زي السرعة عن 10 ميجابيت فلا توقع انه راوتر حيطيك ألف لا هذا يعتمد على سرعة الانترنت عندك مصدر الخدمة الشركة المشترك بها ففي دول سرعات الانترنت فيها تصل الى اكثر من واحد جيجابيت بالثانية مثلا ما موجود في الكويت وايضا البحرين بينما في العراق هناك شركات مزودة لخدمات الانترنت بالنسبة لقيم كردستان مثلا تصل الى اكثر من 200 و 300 ميجابيت بينما في مناطق العراق الاخرى بالنسبة لخدمات الافتي تي اتش اللي هي الكابل الضوي تصل الى احوالي 150 ميجابيت فبالتالي هذه كلها تأثر بسرعة الاتصال ايضا هذا الراوتر مع اربع حوائيات وبالتالي تغطية واسعة اضافة انه طبعا يمكن التحكم به وبرمجته وادارة الجهاز بشكل كامل من خلال التطبيق في ثراب الخاص بشركة تي بلينك ايضا النقطة الاخيرة انه يدعم خاصية الوان ميش وان ميش عنه بامكان برمجة هذا الراوتر مع راوترات ايضا تدعم تقنية الوان ميش من اجل انشاء شبكة كأنها تظهر شبكة واحدة يعني هي شبكة متعددة الراوترات مثلا اثنين او ثلاثة او اربع اجهزة لكنها تبث كلها بنفس الوقت كأنما جهاز واحد متصلين بنفس الوقت فبالتالي ما يفصل شبكة الواي فاي اذا تحولت من مكان الى اخر في حال انه حبيت تربط اكثر من جهاز يدعم هذه التقنية مثلا بيت مساحت اكثر من 400 او 500 متر او 600 متر فممكن مثلا تشتري جهازين من هذا الراوتر وتقوم بانشاء شبكة وان ميش وبالتالي توسعت التغطية بشكل كامل بين جهازين مختلفة تغطون مناطق مختلفة لكن بدون ما تختلف لا الباسورد ولا يختلف التردد والاهم من هذا انه الجهاز نفسه مثلا اذا تحولت من جهاز الجهاز من المكان الى اخر فما راح يفصل الجهاز هي هاي فكرة الواي ميش وان شاء الله ايضا نحاول نقوم بفيديو اخر لهذا الموضوع قريبا فاذن احباي هذه كان معلومات بسيطة وسريعة عن راوتر الارتشار الاي اكس 23 طبعا العلم سعره حاليا بالعراق حوالي 45 الى 50 دولار يختلف السعر ايضا من مكتب لاخر ومن مكان لاخر وذكرته بالدولار لانه سعر الصرف لمستقر لغاية الان فاغلب المكاتب راح تذكر لك السعر بالدولار ويقوم بتحويله للعراقي فالان راح نقوم بفتح صندوق حتى نطلع على محتوياته وبعدها راح نتكلم عن تجربتنا مع هذا الارتر خليكم معانا اشتركوا في القناة اذا حبا اهنا بيكم مرة ثانية امام كلان هذه كافة محتويات الكارتون كما تشاهدون طبعا اول شيء هذا السلك لان او كابل اثرنت طبعا هذا يسمونه جيجابيت يعني يصل لغاية الف ميجابيت بالثانية فضروري تستخدم الكابل الاصلي مع قدر الامكان سيفرق كثير بسرعة تنقل بيانات ايضا مع المحولة الخاصة به طبعا 12 فولت ها نقطة جدا مهمة فاستخدم ايضا المحولة الاصلية او اذا كان عندك يو بي اس احنا نسميه في العراق في بي اس انترنت فضروري انه تتأكد انك مختار مخرج ال 12 فولت مثل هذا المخرج يكون عليه مكتوب 12 فولت كما تشاهدون الان اذا نقربها ايضا مع كثيبات التعليمات المرفقة مع الراوتر الان كما شاهد هو هذا الراوتر طبعا حجمه يعني تقريبا حجم الكارتون كشكل جدا مشابه لشكل ال اي اكس 10 لكن الفروقات الاساسية بينهم الاثنين اول شيء هذا سعة نقل بيانات اكبر هذا حوالي 1.8 جيجا بيت بينما ال اي اكس 10 كان 1500 ميجا بيت ايضا معالج شوي اقوى بهذا الجهاز وايضا حتى انه الفرق مناتهم فرق بسيط بالسعر اذا رح تكون تجربتنا للجهاز بعد استخدامه لفترة خليكم معنا اهلا بكم مرة ثانية اذا حبايب عما قمنا باستخدام الراوتر لفترة هل انه هناك فرق عن راوترات الايسين عن فرق كبير جدا بالاداء لكن اهم نقطة رح تميز هذا الراوتر هي انه البث والتوزيع المساوي لكافة الاجزاء بحيث انه ما تحس جهاز ضعيف اتصاله وجهاز قوة اتصاله لذلك بشكل عام اذا كنت ناوي تشتري راوتر جديد فننصح طبعا باستخدام هذا الراوتر بالنسبة للتوصيلة جدا سهيل ممكن تستخدم المحولة او انه تستخدم UBS الخاص بالانترنت اللي موجود طبعا بالمحلات وتوصل عليه لكن تأكد انه تستخدم مخرج الـ 12V مكتوب عليها 12V والضبط اعدادات الانترنت بشكل صحيح ويفضل انه يكون مزود خدمة الانترنت او شخص اللي يسحب من الانترنت هو يبرمج لك ياه بشكل كامل اضافة الى نقطة انه هذا الراوتر انه بامكانك فصل الشبكتين اللي هما الـ 2.4 جيجا هيرت والـ 5 جيجا هيرت او انه تخليهم باسم واحد يبثون بنفس الوقت والجهاز الخاص بك هو يكنك حسب الشبكة الاقرب الى والافضل سواء الـ 2.4 او الـ 5 بشكل تلقائي اذا احباي اتمنى فيديو كان مفيد لحضراتكم وان شاء الله وضحنا لكم معلومات هذا الراوتر وايضا تجربتنا الى بشكل مختصر جدا واللي كانت تجربة كالعادة ممتازة وجهاز يلبي الغرض المطلوب منه بسعر جيد جدا خاصة اذا كان عندك اي جهاز يدعم الواي فاي 6 لكن ضروري جدا يكون الانترنت عندك او اشتراك النت عندك ومصدر الانترنت باي بمشاكل لانه معروف صراحة كثير من الابراج الاسف بيها مشاكل بسبب البرمجة الخاصة بالبروج وكذلك عدد المشتركين على البروج ورح نتكلم ان شاء الله قريبا بهذا الموضوع بشكل مفصل خصوص الانترنت بالعراق في فيديو جديد وموسع لهذا الموضوع شوفكم ان شاء الله في فيديو اخر قريبا اخوكم ابو يوسف اشتركوا في القناة